يعني كل اللي ممثلوا دوار مرات الأب على الشاشة بكل ظلمهم بكل وحشتهم ما وصلوش لمستوى ده من الجبروت في تصرفات زي دي تطلع من الأم تخلي عيالها طلعين كده ده طبعا زي ما بنقول دايما انه العهدة على الراوي يعني ايه بفرض صحة كل حرف جالنا في الرسالة تاني العهدة على الراوي طب نورة بقى المفروض تتعامل ازاي فيه كاتالوج ينفع مع شخصية الأم دي طب أبو نورة الرجل العجوز اللي بقى خلص فوقه 80 سنة ازاي نورة هتعرف تبر وتكون حنينة عليه طب مراته بتعمل فيه وبنتها العمال دي كلها ليه عمل فيها ايه وصلها لكده برضو طب نورة بقى ممكن تتعالج من اللي حصل لها لدرجة ان هي يبقى عندها بنت تنزل بنت عشان لقى البنت عار في الوقت اللي مفيش فيه ستة في الدنيا لو بتحلم ان يكون عندها خلفة بنات تكون اختها وصحبتها لسه بتعملوا ختان لبناتكو مفيش فايدة لسه بنقول على البنات عار ده بيقولك الولد بيشيل اسم ابوه البنت بتشيل ابوها نفسه ترجمة نانسي قنقر